بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة والأخوات قيادة هذه المنظمة العتيدة والمحترمة أعضاء وضيوف كرام أساتد المحترمين أنا في غاية السعادة لهذا الدعوة ولهذا الحضور في هذا المحفل الذي يشكل تجلي من تجليات المجتمع المدني المغربي الحيوي النشيط المسؤول الذي يتعاطى مع قضايا أمتي وطنية بطريقة فيها مستوى عالي جداً من تقدير مسؤولية الانتماء والوعي بالتحديات المرتبطة اليوم بالسلم والاستقرار والتقدم والتماسك هذه اليوم مشكاليات غير محسومة في أي وطن وعلى قدر جديتي ومسؤوليتي كل جيل يكون منها الكسب المناسب لهذه المستوى المسؤولية رأينا كيف كانت هناك أوطان تعيش في تعدد وفي تناغم ثم دخلت عليها دواخل وخسرت بسوء تقديرها سواء نخبها أو مسؤولوها أو حتى مواطنوها العاديون قيمة ما وردوه عن أسلافهم من مكتسبات متعلقة بأوطانهم بأمنها واستقرارها ورفاهيتها وتوهموا أن الأمر معطيات جاهزة وأن الأمور فيها طبيعة استدامة دون مجهود وتبين أن الأمر غير ذلك وأن السنن التي جعلها الله في الوجود لا تتخلف ولا تميز بين مجتمع مؤمن ومجتمع كافر فكل من أخذ بأسباب التماسك والتقدم والاستقرار تقدم وتماسك واستقر وكل من فرط في هذه الأمور نال أجزاء تفريطه حذو القدة بالقدة كما يقال ولذلك أنا سعي جداً لأن هذه المنظمة المدنية منطق اشتغالها ومجال اشتغالها هو عالم الأفكار باعتباره هو العالم مؤسس للسلوكيات التصرفات التي تبدأ فرضية تم تتحول إلى تيارات اجتماعية يكون لها أثرها في مصائر الشعوب هذا الوعي بأهمية الأفكار وشارع الأفكار ليس أمراً عادياً وليس توفيقاً يهدئ إليه كل الناس فهذه من ثمرات المنهج والاختيار والمرجعية وبالتالي لاذا كأن في هذا ما يدعو إلى التتمين والتهنئة والدعاء أن يتواصل التوفيق والسداد في الرأي والعمل وأن يكون هذا الكسب ببطننا وبلدنا مما يعزز هذه المقاومة التي أشرت إليها سابقاً لابد من كلام عن الحوار الوطني في السياق الذي أشار له كل من الأخوة الكريمين سيقرطيطوس الخمسي هذا الحوار الوطني هو إنجاز وطني إنجاز وطني خرج من بين فرط ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين أولى بواكر هذا الإنجاز الوطني هو التفاعل الكبير جلالة الملك حفظه الله الذي قرر أن يتم احتفال كل سنة باليوم الوطني لمجتمع المدني يوم 13 مارس من كل سنة والذي كان من توصية الحوار الوطني وإذن أقول لكل المسؤولين اليوم على الجميع أن يستنى بسنة ملك البلاد وأن يتعاطى مع التوصيات ومع هذا الحوار الوطني بأعلى درجات المسؤولية والانتزام مفروض أن يكون إن شاء الله أول احتفال لو 13 مارس 2015 إن شاء الله أن يكون يوماً وطنياً بأبعاد دولية وبالأقول احتفالات ولكن بفعاليات وطنية في كل مجالات الترابية بما يعكس رد الجميل بهذا الاعتراف ربحنا كمجتمع مدني اعترافاً دستورياً متقدماً واليوم نفاخر بين دستور بلدنا أنزل المجتمع المدني منزلة متقدمة عندما جعله في صلب مربع صناعة القرار الأمر كذلك ليس معطاً جاهزاً ولكنه يحتاج إلى تأهيل ومجهود لكن هذا اعتراف دستوري جاء بعده هذا التكريم الملكي وهذا الاعتراف بهذا المجهود وبهذه الطروة الوطنية كمجتمع المجالات الملك هذا التكريم الذي قلت عنه في مناسبة سابقة بأنه وسام على صدر الكل فاعل الجمعوي في الوطن وفاعل الجمعوي هو وسام شرف ولكنه كذلك مسؤولية تقتضي رد الجميل الوطن الذي يعترف لأبنائه وبناته بأنهم مناضلون مدنيون كونهم مناضلون مدنيين بمعنى أنهم يدركون خصوصياته فهم ليسوا طلاب سلطة وليسوا طلاب أرباح ولكن يعني غايتهم أن يبدلوا بجهدهم وعرقهم ونظارهم وإسهامات متنوعة ماديا ورمزيا أن يسهموا في تنمية الوطن وهم مطمئنون إلى هذه الرسالة النبيلة كفاعلين الطوعيين يتكاملون ويتعاونون مع كل السلطة الأخرى من منتخبين وإدارة إلى خيره ولكن يموعون بخصوصيته التي هي الشرط من شروط استقلاليته هذا الحوار الوطني اليوم ربحناه ورشا عمليا ربحناه توصيات دقيقة تشكل اليوم برنامج عمل حقيقي ولبحناه اليوم رمزي تاريخ باحتفال وطني سوف يتوقف معه الجميع لكي نناقش في فضاء عمومي كل هذه النتائج هذا الحراك وهذه من ضمانات يعني تنفيذ وتنزيل هذه التوصيات سيتوقف المغاربة سنويا بكل مؤسساتهم بحكومتهم ببرلمانهم بجمعياتهم بأحزابهم بكل المؤسسات المدني لكي يناقشوا في هذا اليوم الوطني حصيلة ما أنجز حصيلة ما نفد معيقات وإشكالات ما لن ينفد واستشراف الآفاق المستقبلية وسيكون موعدا دوريا منتظما يملي ويفرض على الجميع التحضير له بما يلزم من المسؤولية والالتزام هذه مكاسب اليوم هي في رصيد الجمعويين والجمعويات وكل فاعلا في المنظمات المدنية وهي بحمد الله من توفيقه وحسن تسديده وهي اليوم بكل تأكيد مسؤولية وطنية أنا مطمئن وواثق بأن أشكل أرضي تنطلاق كبرى نحو أفاق واسعة من إحلال كثير من التوازن المفتقد في واقعنا والذي ينشئ بكونه لا توازن كثير من الاختلالات في تدبير الشأن العام سواء تعلق الأمر بثرواته المادية أو ثرواته الرمزية اليوم المجتمع المدني على قاعدة الحوار الوطني والتزاماته وتوصياته ومسؤولياته سينطلق نحو أفاق أرحب لكي يكون مؤثرا في صناعة القرار ويساهم في خفض منسوب الاحتكار في أفق التوازن احتكار السياسيين والإدارة للقرار المجتمع مدني اليوم مطوق بأمانة أن يتهيأ ويتأهب ويستعد ويراجع أدواره ووعيه وتمثلاته لهذه الأدوار وهذا الوعي لكي يكون في مستوى المهام المرتقبة كشريك في صناعة السياسات شريك في صناعة القرار والعمر هذا دور إذا ما تيسر له رجاله ونساؤه والمبرزون وهم بحمد الله كثر فإن بلدنا سوف يقطع أشواطا في التمكين لإصلاح الديمقراطية في تناغم وتوازن بين صندوق الاقتراع والفعل المدني الطوعي اللاربحي البعيد عن التنافس عن مراكز القرار السلطة وهذا التوازن دروري الأمة لكي لا يدرى كل شيء من وحي السياسة كما تفهم بإحباطاتها وارتباكاتها واختلالاتها وفهمها الخاطئة وقليل من رشدها اليوم المجتمع المدني المميز المبرز المتخصص الخبير الواعي بأدواره شرط أساسي في تحقيق هذا الإصلاح الديمقراطي المرتقب منذ العقود والتقدم نحو المجتمع المتحضر متماسك متوازن يدرك رسالته في هذا العالم ويقوم بها على الوجه المطلوب والأكمل في موضوع الندوة والسؤال الهوية في علاقة بالمجتمع المدني بعض التأملات مشاطركم إياها في هذه الجلسة الكريمة كما ذكرت أستاذ قرطيط فعلا أن اشتغال على الهوية هو اشتغال في حق الألغام وحق الألغام اشتغلوا فيه نوعان من الناس من يزرعها ومن يفككها زراعة الألغام عملية ساذجة قد يؤديها أبسط مجند يعني يقل يتعلم مزرع الألغام في 24 ساعة ويقوم بحشو الأرض بعشرات كلمتات في مربعة في وقت وجيث لكن تفكيك لغم واحد يحتاج إلى خبرة غير عادية من هنا فإن الفاعلين في المجتمع المدني العاملين على موضوع الهوية يجب أن يميزوا وأن يختاروا أي دور يريدون وعندما تطالعون وارق على الكلام عن هوية في وطننا الإسلام الوافع إلى أسف الشديد نجيد أن كثيرا من المشتغلين على موضوع الهوية هم من زارع الألغام ويكون هذا الأمر مخجلا ومؤسفا ومخزيا عندما يرتبط بفهم معين الدين فلا يكون الدين معرفة للحق ورحمة بالخلق ولكنه يكون شيئا غير ذلك يكون يدكاءا للنعارات ويكون تصنيفا للبشر ويكون زرعا للكراهيات وهمين تفنيات المطاف بمنازعات لفظية وقد ينتهي إلى حروب أهلية لهذا اشتغال في موضوع الهوية هو اشتغال في منطقة خطرة جدا هي بلغة علوم الكهرباء هي اشتغال في منطقة الضغط المرتفع جدا يحتاج من يدخلها أن يكون مهندسا بارعا وأن يعرف ما وظيفته عدن الكلام في قضية الهوية هل هو صاحب وعي بأن الهوية حتى عندما تسند إلى الدين فهما أو مارسة وإدراكا في حضارة الإسلامية في أوج تألقها كانت الهوية حتى من مدخل الدين كجوهر يتغدى بعدة يعني روافد منها الدين طبيعة الحال ليس وحده كانت هذه الهوية مدخل للتركيب الخلاق ومجال الهوية هو مجال يكون فيه التماس أحيانا نائما ويكون أحيانا صداميا وفي حضارتنا وفي حضارتنا لربما تجربت المتفردة إنسانيا حتى في أوج الاستضام مع الغازي المغولي انقلب بعد عقود من الزمن من راغب في تدمير حضارة وهوية إلى متملك لهذه الهوية أين السر؟ السر في طبيعة المهندسين في هذه اللحظة من تاريخ الأمة حامل هذا الفهم الهوية وأنهم كانوا ينظرون إلى الإسلام وإلى الدين بأنه رساب وأن هذه الرسالة هي من مشمولات مقتضايات يعني الارتقاء بالإنسان ومن معاني الارتقاء بالإنسان أن يبحث عن التقاطع الإجابية مع الآخر الاختيار السهل هو تصنيف الآخر وتوصيفه بعناوين مختصرة ومختزلة مسطحة لكي تسهل مواجهته فتكون الخلفية في العمق خلفية مواجهة في حين أن الوعي العميق بدور المهندس المشتغل على موضوع الهوية وكيف تبني علاقات وتبني تقاطعات وتبحث عن المشترك الذي يلتقي بالإجتماع البشري سواء كان داخل قبيلة أو داخل دولة أو داخل أمة أو داخل الكيان البشري العام اليوم هذا الموضوع في واقعنا المغربي فعلاً هناك مؤشرات قلق حقيقية من كل من يتصدى لموضوع الهوية سواء بمنزع ديني أو منزع قومي أو منزع لغوي أو أي شيء هؤلاء المجنين الذين يطلون من هنا وهناك تلمحهم في لحن القول وتعرفهم من طبيعة خطاباتهم المتشنجة ومعاركهم الهامشية التي لم تستوعب التناقضات المجتمعية التي اليوم تحتاج أن يقع عليها العكوف لكي يربح من المجتمع سلمه وأمنه والزهار والاستقراره كما أشرت إلى من يستند إلى المرجع الإسلامي لكي ينتج خطاباً في الهوية مغرقاً في الإنغلاق والصدامية والعنف اللفظي والكراهية والمفاصلة مع الآخر بدل البحث على المشارك معه كذلك هناك في كل حتى باسم الحداتة هناك متطرفون يفهمون الهوية الحداتية هوية متعالية على الآخر متسامية على الآخر يجب أن تخلص من كل ما لديه لكي ينتقل إلى وينتحق بعالم الحداتيين هكذا المتفصيلة حتى الغرب المسمى غرب الأنوار عندما ينتج خطاب مثلاً في فرنسا أو في في علاقتي مع المهاجرين خطاب الاندماج خطاب الاندماج الانتجراسيون هو عنف في فهم هوية المستقبل تجاه المهاجر لأن الأصل هو البحث عن التركيب الخلاق باستمرار لكي يكون الاعتراف المتبادل بالمشترك والعيش السليم والسلمي في إطار المختلف بالاختلاف ولهذا كما ذكر أحد قبل أيام في ندوتين أحد المفكرين الأتراك عندما طرح بديلاً أن تشتغلوا بالأتراك في تعاملهم مع المهاجرين على مستوى المنظومة القانوية بديلاً عن من الاندماج يعني الكلام عن التناغم البحث عن التناغم وليس عن الاندماج الاندماج في إكراه لكي يندمج صاحب الهوية ألف في فضاء الهوية باء يجب عن التخلى وأن يتنازل وأن يكيف ذاته وأن يكلف لغته ويتنرب معانها ويكيف دينه ويكيف شكله لكي يكون مندمجاً مقولباً على حساب قال بصنعه الآخر كل هذه المفاهم اليوم في مناخ الحاداتة تبين أن هناك خطاباً حاداتياً متطرفاً كان كذلك من أسبابي إنتاج لاستبداد والسلطة والعنيفة تجاه الشعوب وتجاه الحركات المخالفة حتى إن كانت سلمية إذاً الاشتغال في موضوع أي الهوية هو اشتغال يحتاج إلى مراجعات ويحتاج إلى بناء وصناعة مهندسين من أجل أن تكون الأداء العام تجسير العلاقات من الأفراد بدل قطعها وتمزيقها تجسير العلاقات بين الشعوب بين القبائل من الجهات من المناطق بين الأحزاب بين النقابات بين الجمعيات بدل الاشتغال فيما يفرق وما يعني يمزق الكيان الواحي لا ربما العقلي المغربية هذا السلم الذي نعيشه باليوم بحال في شكل السياحة اليوم في السياحة مثلا كان نبيعه المغرب بقامه للطروج السياحي كان نبيعه في السياحة عموما إلى تزوزنا ما هو طبيعي منذ خلق الله والأرض الرمال والصحراء والشمس والأنهار والجبال نبيعه طرات مسويقه طرات مغربيا متنوعا في مختلف الطراب الوطني بناه المغاربة في حركيا وفي هجرة داخلية وفي تنقلات وفي مزاوجات من القبائل وكذا وكذا السلم الذي نعيشه اليوم في المغرب والتوازن المجتمعي وطبيعة النظام السياسي هذه كل مخترعات مغربية ليس أمو كان جاهزة في التاريخ هي صناعة صنعت بالخبرة التاريخية بالدريبة بالمحن بالفشل والاستضامات وأنتجت في نهاية المطاف واحد السديم في عناصر تنوع غنية جدا ولكن فيها واحد الروح من الانسجام فتمغربيت اليوم تمغربيت هي اللي البوت تقلي فيها الشي كامل هي اللي في الإسلام وفيها الشلحاء والعربية وفيها الصحراء وفيها الدكالة وفيها الريب وفيها الشي كولو يسمى تمغربيت ومن حاول تحت أي لفتر الهوية مغلوطة في النقاش أن يعزل جدء ما هذا تمغربيت كيصب رسوف الأخر هو لتعزل وفيها الشي كيلو ولهذا صراحة تمكن واحد من جهود مدام استقررت يسوي شوش ما زغت أنا بويت ندير واحد من نداء الإخوان للمستمع المدني كنا في نقاش قبل أتمنى ألا أكون قد يعني كنا في نقاش وأحد الإخوان لم يعرفش الحق مثل سقطتها واحد لحل وأنا أعطيته واحد لحل أنا أعطيته لحل للي قلت اليوم نشوف أجانب يأتي من أمريكا يأتي من أوروبا ويمشي ويمشي يستقر ست شهور عام عامين يمشي الإيميل الشيل يمشي الأغبال يمشي ورزاز ويعيش يأتي أطروحها يوجد بحث يوجد أي شيء في دعام يوجد أي شيء يجب أن يحفروا الآبار يجب أن يحفروا يجب أن يحفروا يجب أن نتعلم الشلحة من خلال المدرسة يعني الجيل الذي يأتي الله يدخل المدرسة هذا يجب أن يتكلم الشلحة بالطريقة المدرسية وهذه لن نعلق لأنها ستكون ولكن لا يوجد أن يفكر أن يمشي يخيم في المنطقة أمازيغية يقلس مع الناس يجب أن يتعين في منطقة أمازيغية لا يريد أن يذهب لها تحتى منطقة الجبل وكذلك أمازيغية لا يريد أن يتعليم وفي الطب وفي الساحة الآخرين يتعلمون ما يتعلمون لهم يمارسون مهام لهم في الحمام اللغوي هذا صحة التعبير اليوم الجمعية لديها إدراك ويعمل المنطقة الهوية عمليا أن تنتج برامج في التدريب والعمل الطوعي في المناطق الأمازيغية ويقومون لها الشباب والبناء ويقومون لا يعرفون ما يقومون ويعيشون ويخدمون مع الناس ولو فترة متقطعة ونفروض دخل الجميع على الخط وتصف الباحثين أنا لم يكن أحد يتعلم في علم الاجتماع ويجب يتنقل في المكتبات ويجب يتكلم على الهوية واللغة ويجب في الأخر واحد 600 أو 700 صفحة ينهر ينقش يدير الحفلة يتعلم في رفوف لا هو في المشروع الهوية ولا هو ويجب اللغة ولا أي شيء فقاشة للجامعات عندنا تصف الطلبة يدوز البحثين في قلب الغال والصحراء والجبال والغابات ويعيشون مع الناس ويجبون البحث لهم عملية لأن قدما شيحة أنا أريد قرأ إميلشي نصيب وكتب أمريكي دوز في إميلشيل يعني عامو لعامين وكتب بحث لإميلشيل وانا قرأ أنا مغربين قرأ بحث على إميلشيل من طرف واحد البحث جاء ودوز عامو عامين بحل لحنا المخير فينا إذا إميلشيل يحبوا بإنس يجزوه يعني فوق الرأس ويأكل معه ويشرف معه ويشطل معه ويكلش معه ويشطل بحث ويشطل 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 هذا هو الحل السابق ويشطل وهذا هو الحل الذي سيسك على الأخ ليس لديه العرب ماذا نريد أن نقول هذا الكلام نريد أن نقول إحذروا من المقاربات الموروطة التقليدية في تعاطي مع إشكالات عميقة جدا مرتبطة بالأمن والاستقرار والتماسك والتقدم للبلدين نحتاج إلى جيل جديد من الفعيل المدنيين من الخبراء المدنيين من الباحثين الذين يوجه القوة المجتمع والقوة الشبابية على وجه التحديد إلى مناطق التوتر المستقبلية لكي يكون مهندسي تفكيك المتفجرات هذا غير لكم كنا كانت كنا نحن أما إذا أضفتم إلى قضية الهوية العامل الخارجي واشتغال الفاعل الدولي صاحب المصارح الكبرى وكيف يشتغل على موضوع الهوية لكي يسعلم منه نقطة خلاف وتوتر لكي يأتي ويحل حكماً بين الناس ويأتي بإمكاناته لكي يستفيد من الوضع أنتم تعرفون إلى أي شيء أشير وفي موضوع الهوية تحديداً هناك استغال خطير على هذا الملف إذن هذا واحد الموضوع الذي هو كبير بزاف وكثر مهم فيه النظري ولكن أجمل شيء وأروع شيء فيه أن النظري يفرز برامج عمل نوعية في هذا الجهد حقيقي يجعل الإنسان يرتبط بالأرض يرتبط بأخيه الإنسان من خلال نسل العلاقات والتفاهم والقرب وتجسير هذه العلاقات لكي تكون هذا الوطن يظل كما كان محصناً من كل هذه المقاربات الهويات المغلوطة التي تنتج في نهاية المطاف يعني خطابات حقاً ومارسات شاذة في حس وفي روع الإنسان المغريبي هل نحكي لكم أنا قصة وقعت لأحد الشباب اللي محلت في فرنسا وذهب كأي شاب خدباك اللي محلت في فرنسا وحكيها لي الصديق اللي محلت مع هذه المشكلة ذهب إلى فرنسا لكي يدرس هو من المنطقة الأطلس المتوسط وبدأ من زاوية الشيخ ومشى هناك في علاقته مع جزائريين من أصحاب الانتماء إلى المسألة الأمازيغية والآخرين فتأثر بأطروحتهم ورجع يحملوا معه هذا الفهم لموضوع اللغة وكوية والأمازيغية والعربية وشلور والعرب كل ما تعرفون مما يقال ويكتب وإلى خير لما أرجع في الصيف الصديق الذي هو صديق الذي أخبره هذا وقع هذا أرجع شي ما تصوروش غير أنه لا يعني غرض لأنه النوع من القضايا بإسمي أي شيء كل ما لديه اشتغال ذي له من القوص المغربية يتعرف رغم أن القصة هي شعوب وقابئة لتعرف نطلب التعرف إذن اليوم الرسالة والمسؤولية واضحة كبيرة جدا أنا مطمئن بأنه هذا شيء كله معلج مستقبال مطمئن جدا كل النزعات المتطرفة مصيرها التهميش العقل الجمعي يشتغل دائما بطريقة الفرز يفرز كتكون بعض الأمور بالراقة أحيانا بعض لحظات كتكون شي حالات طلع على السطح بعض البهراجة كتكون طلع لكن العقل الجمعي يشتغل بطريقة الفرز الحضاري التي تنتج دائما استبعاد كل الأمور التي تهدد هذا التماسك الحضاري الرائع الليبوني على قرون إنما عندما يكتروا المهندسون اللي يشتغلوا بشكل إيجاب في موضوع الهوية صناعة تجسير صناعة التعارف هؤلاء عندما يكترون طبعا تكون آثار هذه النزعات المتطرفة على أي أرض وأي خلفية تكون دائما آثارها سلبي ولا نحتاج معا إلى مجهود كبير في معجزة ما بعد الفعل فأنتم كمجنعمداني واعي بدوركم بالرسالة تدركون أهمية خلال اختيارها القضايا وهذه الملفات فسأل الله تبارك وتعالى ينفقكم وأن يبارك أعمالكم وأنجعل هذا الملتقى إن شاء الله ملتقى ناجحا وأن يكون منه إن شاء الله وأن أرى من شباب وشابات صغار أن يكون إن شاء الله منه مهندسون ومهندسات بارعين في تفكيك الألغام وفي صناعة جمال الهوية الموحدة والموحدة والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج مجتمع إنساني نبيل محترم يدرك إنسانيته ويكون كمقل أحد إخوة المتدخين غايتنا من هذا العالم ورد الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر